اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الفن خدنا في الحلقة السابقة متوسط التغير ومعدل التغير ودلة التغير النهاردة ودخلنا في جزء بسيط من قواعد الاشتقاق النهاردة درسنا هنكمل على قواعد الاشتقاق وهنفتكر اللي احنا خدناه ونهايدنا الحلقة السابقة به قواعد الاشتقاق قلنا لو عندك سين قص نون المشتقة بتاعتها نون سين قص نون ناقص واحد يعني ايه؟ يعني القص بضربه في المعامل واطرح منه واحد انت بتشتغل على هذا الاساس تعال بقى كده نشوف الكلام ده موجود وهنتعامل معاه زي بيقولك قواعد الاشتقاق منص معايا قواعد الاشتقاق اذا كانت صاد بيساوي عدد ثابت حيث الاف ثابت فان المشتقة للعدد الثابت بيساوي صفر برضو اذا كانت قاعدة تانية اذا كانت صاد بيساوي سين قص نون فان المشتقة دال صاد على دال سين القص بضربه في المعامل يبقى نون سين قص نون ناقص واحد واطرح منه القص واحد خذنا مثال توضيحي لكده بيقولك اذا كانت دال سين بيساوي اتنين سين قص تلاتة ناقص خمسة سين زائد ستة عاوز المشتقة الاولى بتاعتها فانقوله المشتقة الاولى بتاعتها بيساوي القص هنا تلاتة تلاتة في اتنين بستة سين واطرح منه واحد يبقى اطرح منه التلاتة واحد تبقى كام؟ اتنين تعالى هنا دي من الدرجة الاولى اخد المعامل سالب خمسة ودي دل سابتة عدد سابت يبقى المشتقة بتاعتها الصفر يبقى انا عرفت هنا ان القص بضربه في المعامل واطرح منه واحد ولما يكون الدل من الدرجة الاولى باخد المعامل بتاحها لما يكون دل ما فيهاش المتغير سين يبقى ستة المشتقة بتاعتها بصفر يبقى المشتقة هي دال شرطة سين بيساوي ستة سين قس اتنين ناقص خمسة كده كنا نهينا الحلقة اللي فاتت بحاجة زي كده تعال بقى نشوف القواعد الجديدة اللي عندنا مشتقة حاصل ضرب دلتين مشتقة حاصل ضرب دلتين قالك ان الدلة الاولى في مشتقة الدلة الثانية زائد الدلة الثانية في مشتقة الدلة الاولى يعني ايه الكلام ده قالك لو احنا اخدنا مثال قالك اوجد المشتقة الاولى للدلة اللي عندي صعب بيساوي سين تربيع ناقص ثلاثة في سين قس اربعة زائد خمسة سين ناقص اتنين لما نيجي نشوف الدلة دي ونيجي نشتغل على اساسها هنلاحظ ان دي حاصل ضرب دلتين هنقول دال شرطة سين او نقول دال صاد على دال سين بس ليه انا اخترت دال شرطة عشان في الاخرى عود عن السين بسلب واحد يوضح للعملية هنا تعالى الاولى اكتبها زي ما هي سين تربيع ناقص ثلاثة الدلة الاولى في مشتقة التانية افتح قوس وراها معناها في مشتقة التانية اربعة في واحد باربعة سين قس ثلاثة زائد خمسة تعالى نشوف تاني الاولى في مشتقة التانية زائد اهو التانية سين قس اربعة زائد خمسة سين ناقص ثمانية في مشتقة الاولى اتنين في واحد باتنين سين واطرح منا واحد ومشتقة التلاتة صفر تعالى بقى كده ونشوف ونعود دال شرطة قال لي عندها سين بيساو كام سلب واحد يبقى دال شرطة سلب واحد شدي السين وحط مكانها سلب واحد اهي سلب واحد قس اتنين يبقى سلب واحد في سلب واحد بواحد ناقص ثلاثة طيب سلب واحد قس تلاتة يبقى بسلب واحد في اربعة يبقى سلب اربعة زائد خمسة زائد سلب واحد قس اربعة يبقى هي بواحد هنا سلب واحد في الموجة بخمسة يبقى سالب خمسة ناقص ثمانية وهنا اتنين في سلب واحد يبقى سالب اتنين لما تيجي تعمل دي بالالة الحزبة هيطلع عندي الحساب اتنين وعشرين يبقى هنا حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتاكة التانية زائد التانية اللي هي دي في مشتاكة الاولانية طيب يبقى كده خدنا حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتاكة التانية زائد الدانية في مشتاكة الاولى وطبقنا عليها بمثال بسيط جدا تعالا بقى نشوف كمان مثال بيقول لي ايه فيه بيقول لي اوجد دال على دال سين بين 3 سين زائد 1 في سين تربيع زائد سين خلي بالك ان دي بدل ما يقول دال صاد على دال سين صاد اللي هي دي الكمية دي اللي عندي تعالا كده ونشوف انا اعملها ازاي اول حاجة اقول دال على دال سين 3 سين زائد 1 في سين تربيع زائد سين في اللي الكوس بتاعي اقول بي ساوي الله ده حاصل ضرب بدلتين ايه هي الاولى اللي هو 3 سين زائد 1 في مشتكت التانية مشتكت تانية اتنين سين زائد مشتكت سين اخدو المعامل يبقى واحد يبقى كده عملت الاولى في مشتكت تانية زائد التانية سين تربيع زائد سين في مشتكت الاولاني تلاتة سين مشتقتها تلاتة ومشتقة الواحد صفر خلاص ما اكتبوش تعال انفك كده الاشتكاق خلص تعال انفك وانبسط الصورة الكبيرة دي عندي هنا ضرب مقدار زي حدين في مقدار زي حدين الاول في الاول تلاتة سين في اتنين سين يديني ستة سين قصة اتنين ابعد اضرب التاني في التاني يبقى موجب واحد ايه الطرفين تلاتة سين في واحد بموجب تلاتة سين واحد في اتنين سين بموجب اتنين سين يبقى لما نيجي نجمعهم يبقى خمسة سين خلصنا من ضرب ده تاني الاول في الاول تلاتة سين في اتنين سين بستة سين تربية ابعد اضرب التاني في التاني موجب في موجب بموجب واحد في واحد بواحد ايه الطرفين اللي هما دول لما نيجي نضربه موجب 3 سين الوسطين اللي هم دول لما نيجي نضربه 1 في 2 سين ب2 سين 3 سين ب2 سين يبقى هي الخامسة ايه سين زائد 3 في سين تربيع بتلاتة سين تربيع زائد 3 في سين بتلاتة سين تعال بقى نشوف الحدود المتشبهة سين قس اتنين وهنا الحد يبقى ستة زائد تلاتة تسعة سين قس اتنين وهنا خمسة سين وتلاتة سين يدينا تمانية سين زائد كام زائد واحد يبقى انا عملتي هنا ايه يقول لي المشتقة الاولى ده الصاد على ده السين صاد اللي هي المقدار ده اللي حاصل ضد دول طيب فيه طريقة تانية للحل الاول ممكن اضرب الاتنين دول في بعض وبعدين بس هتبقى طويلة جدا احنا نطبق القاعدة مباشرة دي حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتقة التاني الاولى كتبناها زي ما هي تلاتة سين زائد واحد مشتقة التاني يبقى هنا اتنين سين زائد واحد زائد التانية اللي هي سين تربيع زائد سين اهيه في مشتقة الاولانية اللي هي تلاتة دربناهم وصفينا تلاتة سين في اتنين سين بستة سين تربيع زائد اه ضربت التاني في التاني يبقى زائد واحد واحد في واحد واحد. الطرفين تلعوا موجة بتلاتة سين. الوسطين تلعت موجة باتنين سين. تلاتة سين زائد اتنين سين يدينا خمسة سين. ودربت التلاتة هنا. تلاتة في سين تربيع بتلاتة سين تربيع. زائد تلاتة في سين بتلاتة سين. جمعت الحدود المتشابهة. ستة سين تربيع زائد تلاتة سين تربيع. بيديني تسعة سين تربيع. زائد خمسة سين زائد تلاتة سين يدينا تمانية سين زائد ايه? واحد. والمسألة خلصت على كده وبسيطة. قال لي عوض في حاجة? قال لي اوجد دل شرطة حاجة? لا. هنا يعني دي حصل ضرب بدلتين. يبقى انا لما تلاقي دلتين مضروبين في بعض. يبقى الاولى في مشتقة التانية. زائد التانية في مشتقة الاولانية. وهكذا. تعالى بقى كده نشوف كمان حاجة. هنا التمرين فكرته جميلة جدا. فلو انا قلت الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولانية. الله. لاحظت حاجة في التمرين ده. يلا نفكر مع بعض. قال لك اوجد المشتقة الاولى للدل صاد او الكوس. زائد واحد على جزر سين. القوس التاني جزر سين. ناقص واحد على جزر سين. طيب. الله. ده تلاقات ان الحدين دول هم نفس الحدين دول. طيب ما انا بسطه. واحدة موجب والتانية ايه? سالب. يبقى انا ممكن اضرب الاول في الاول جزر سين في جزر سين بسين. والتاني في التاني. ناقص واحد في واحد بواحد. وجزر سين في جزر سين بسين. كده بسطت الشكل بتاعي واصبح بسيط. طيب. هجيب المشتقة الاولى بتاعته. تعالى. ممكن ابصت تاني. صاد بيساوي. سين. ناقص. سين. استسالي بواحد. طيب. نجيب المشتقة بتاعتنا. بقت خلاص متهيائة. ده الصاد على ده المشتقة الاولى. دي من الدرجة الاولى. اخدوا المعامل. يبقى واحد. هنا القص سالب واحد. خلي بالكم. سالب واحد في سالب واحد يدينا موجب واحد سين. واطرح من ده واحد. يبقى سالب واحد ناقص واحد يدينا سالب كام? اتنين. ممكن تسيبها على الصورة دي. وممكن تعمل ايه? تعمل الاتي. واحد زائد. اخلي دي في المقام عشان القص يبقى موجب. وخلصت على كده المسألة. تاني انا عملت ايه? لاحظت ان الحدين نفس الحدين. شرط اللي في النص هي المختلفة. يبقى دي اكيد فرق ما بين مربع ايه? يبقى الاول في الاول. ناقص التاني في التاني. جزر سين. في جزر سين بسين. ناقص واحد على جزر سين. في واحد على جزر سين. واحد في واحد بواحد. جزر سين في جزر سين بسين. قلنا بسطنا تاني. صاد بيساوي سين ناقص واحد على سين. يبقى صاد بيساوي سين ناقص سين قص سالب واحد. طيب نجيب الاشتقاط بقى يبقى هنا سين قص واحد ناخد المعامل يبقى واحد هنا القص سالب واحد سالب واحد في سالب واحد يبقى موجب واحد اهي بس ما بنكتبش الواحد سين واطرح من ده واحد يبقى سالب اتنين اخلي بقى انا عاوز القص دي يكون موجب اكتبها تحت وحول السالب الى ايه الى موجب كده دي مسألة كمان تعالى نشوف قاعدة كمان يبقى احنا خدنا القاعدة الاولانية حاصل ضرب ايه دلتين الاولى في مشتاكة التانية زائد التانية في مشتاكة الاولانية وشفنا ازاي احنا ايه بنطبق عليها خدنا كم مسألة تعالى بقى طب لو داني اه خارج قسم الدلتين لما ديني خارج قسم الدلتين اعمل فيها ايه اقول له اه في قاعدة بيقولك ايه فيها المقام في مشتاكة البست ناقص البست في مشتاكة المقام على مربع المقام تعالى نشوف القاعدة ونشوف نطبق عليها ازاي نشوفها مع بعض مشتاكة خارج قسم الدلتين بيقول لي هاي المقام يعني اللي تحت في مشتاكة البست ناقص البست في مشتاكة المقام على مربع المقام او الناس بتكتبها المقام تربيع هي هي تعالى نشوف الكلام ده بالمثال البسيط اللي قدامنا بيقولك اذا كانت الدلة صاد بيساوي واحد على سين حيث سين لا يساوي صفر اوجد دال صاد على دال سين اللهم صل على النبي ده مسألة بسيطة جد طب ما نطبق القاعدة دي طبعا خارج قسم الدلتين بستو مقام طب نقوله انخرج القاعدة دال صاد على دال سين هنا نشوف المقام اللي هو سين في مشتاكة البست البست اللي هو واحد مشتاكة الواحد كام صفر ناقص البست اللي هو واحد في مشتاكة المقام مشتاكة السين كام بواحد على مربع المقام سين في سين بسين تربيع تعال نشوف سين بصفر بصفر بيساوي سالب واحد في واحد بسالب واحد على سين تربيع شوف البساطة بتاعت المسألة يبقى المقام اهو في مشتاكة البست مشتاكة الواحد صفر ناقص البست اللي هو واحد في مشتاكة المقام مشتاكة السين بواحد على مربع ايه المقام بيساوي سين في صفر بصفر سالب واحد في واحد بسالب واحد وطبعا دي انتهت خالص على سين ايه تربيع طبعا يبقى يدينا الناتج سالب واحد على سين تربيع يبقى مشتقط خارج قسم الدلتين عملنا ايه المقام في مشتقط البسط ناقص البسط في مشتقط المقام على مربع المقام لما نيجي نبص لنفس المسألة في واحد بيقول لي دب انا مش عارف احفظ يا مستر القانون تعال نفس المسألة لو احنا عملناها بص لها كده كويس لو احنا عملناها بطريقة تانية خد مسودة في الجام هنا اشتق البسط البسطة هو والمقامة هو مشتقط البسط بصفر مشتقط المقام بواحد تقوم عمل ايه اقول دل صاد على دل سين اكتب المقام زي ما هو واقول سين تربيع تبدأ من هنا نقص سين في صفر ناقص واحد في واحد يدينا سلب واحد على سين تربيع ادي طريقة تانية طبقت القاعدة بس بشكل غير مباشر اهو المقام في مشتقط البسط ما هو مشتقط دي اللي هو صفر ناقص البسط في مشتقط المقام اللي هي واحد مشتقط السين واحد على مربع المقام بكل سهولة من غير ما تتعب نفسك ولا اي حاجة من دي تعال نشوف كمان التمرين التمرين هنا بيقول ايه بقى بيقولك اوجد المشتقة الاولى للدلة صاد بيساوي سين قس اتنين زائد تلاتة على اتنين سين الله ده دي خارج قسم الدلتين بسط ومقام طيب نعمل ايه لما يكون خارج قسم الدلتين كده نعمل فيها ايه نعمل فيها الادي دل صاد على دل سين ننفذ القاعدة المقام اهو في مشتقة البسط اتنين سين ومشتقة التلاتة صفر خلاص ناقص البسط عشان مقدر بحطه ما بينكو سين لانه حدين في مشتقة المقام اتنين سين ده من الدرجة الاولى يبقى اتنين على المقام تربيع اتنين سين كل تربيع تعالى انبسط اتنين سين في اتنين سين باربعة سين تربيع هنا السالب هيأثر على القوس يبقى اغير الاشارات على طول واتنين في سين تربيع باتنين سين تربيع اغير الاشارات اقول لانه سالب في موجة بسالب اتنين في تلاتة بستة تعالى بقى كده على كام اربعة سين تربيع يبقى هنا المقام في مشتاكة البست اتنين سين ناقص البست سين تربيع زائد تلاتة في مشتاكة المقام اللي هي اتنين على مربع المقام قلنا اتنين سين في اتنين سين باربع سين تربيع ناقص هنا السالب هيأثر على القوس خلي بالك فغيرت اشارة ده اهو واتنين سين تربيع يبقى اتنين سين تربيع وهنا سالب في موجة بسالب اهي اتنين في تلاتة بكام بستة تعالى نشوف اربع سين تربيع ناقص اتنين سين تربيع يدينا اتنين سين تربيع ناقص كام ناقص ستة على دي على اربعة سين تربيع ودي على اربعة سين تربيع اختصر هيطلع بيساوي على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين يبقى هنا سين تربيع على اتنين اه سين تربيع يبقى السين تربيع راخر راحت مع السين تربيع يدينا واحد على الاتنين معلش بيساوي واحد على الاتنين هنا على الاتنين فيها التلاتة على الاتنين فيها الاتنين سين تربيع ودي المشتقة الاولانية اللي هي دال صاد على دال سين يبقى بيسوي نص نقص تلاتة على اتنين سين ايه تربيع تعال بقى نشوف كمان سؤال طبعا لما احنا اخذنا دلوقتي مشتقة حصل ضرب دلتين الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولانية اخذنا مشتقة الدلة خارج قسم الدلتين يبقى المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام الموضوع بسيط جدا كواعد انا بطبق فيها وبشتغل على اساسها وهو ده مادة الرياضيات وهو ده قسم التفاضل عندكم تعال بقى كده نشوف لو انا عاوز اجيب ميل اه المماس عشان اجيب ميل المماس اول خطوة بعملها وانا هكتب لك الخطوات المشتقة الاولى وبعود بالاحداث السيني بتاع النقطة اللي هو بيكون من دهالي لو النقطة مش كاملة كامل النقطة نصيحة ليه طيب و لما عود بكده يبقى هو ده الميل يبقى بعمل ايه خطوة ايه بجيب المشتقة الاولى بعود بالاحداث السيني بيديني كيمة الميل تعال نشوف الكلام ده ونشوفه بنعمل ايه فيه لاجيب ميل المماس نتبع الخطوات الاتية الاتية نوجد المشتقة الاولى نعود بالاحداث السيني طيب تمرين لي كده قالك اوجد ميل المماس لمنحنة الدلة صعب بيساوي واحد زائد سين على واحد نقصين عند النقطة سالب واحد و صفر ايه الكلام ده يبقى انا قلت الله اول حاجة اعمل ايه اجيب المشتقة الاولى وبعدين الاحداث السيني هنا هو موجود اللي هو سالب واحد تعال بقى نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي ده الشرطة سين بيساوي المقام في مشتقة البسط مشتقة الواحد سفر ومشتقة السين بواحد اهي ناقص البسط واحد زائد سين في مشتقة المقام مشتقة الواحد سفر ومشتقة السالب سين بسالب واحد ده كله على كام على مربع المقام واحد ناقص سين كل تربيع تعال نشوف الكلام ده نبسطه ولو انت ممكن تعود تعود مباشر عن سين بكام بسلب واحد وتخلص نفسك على طول عشان ممكن وانت بتبسط تغلط تعال نشوف ده الشرطة سلب واحد هنا واحد سين بسلب واحد في السلب يبقى موجب واحد مضروبة في الواحد نقص سين بسلب واحد الله زائد واحد يدينا صفر مضروب في سلب واحد سين بسلب واحد يدرب في السلب يبقى موجب واحد قس اتنين تعال نشوف الكلام ده هنا واحد زائد واحد اتنين في الواحد بيديني اتنين نقص صفر على واحد زائد واحد اتنين اتنين قص اتنين بكم باربعة يديني اتنين على الاربعة يديني كام نص يديني نص عملتي ايه؟ قلت على طول ساب لو بيساوي واحد زائد سين على واحد نقص سين عاوز مني المماس بجيب المشتقة الاولى المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتكة المقام على المقام تربيع طيب عند النقطة كام سالب واحد وصفر يبقى على طول اعود عن سين بسالب واحد يبقى ده الشرطة سالب واحد بيساوي يعودت بسالب واحد هنا بسالب واحد سالب في سالب بموجب يبقى واحد زائد واحد اهي في واحد نقط دي بسالب واحد في الموجب يبقى هنا سالب واحد زائد واحد يدينا كام بصفر في سلب واحد على المقام تربيع تعال واحد هنا بسلب واحد سلب سلب بموجب واحد كل قص اتنين واحد زايد واحد اتنين اتنين في واحد باتنين ناقص صفر في اي حاجة بصفر على اتنين واحد زايد واحد يدينا اتنين قص اتنين باربعة يبقى هنا اتنين ناقص صفر باتنين على الاربعة يبقى بيساوي نص. يبقى انت لما تيجي نشوف الموضوع ده. يبقى لو طلب مني ميلي المماس. يبقى على طول وانا مغمض بجيب المشتقة الاولى وبعود بالاحداسي السين. طيب بالاحداسي السيني. طب لو هو طلب قياس زاوية المماس. لو طلب قياس زاوية المماس. يبقى انا بجيب ميلي المماس. خلي بالك مندي. وبقول شفتي زاهي. بيساوي كيمة الميلي اللي موجودة عندي. طب وعشان اجيب هي. هقول شفتي تاني بالقالة لايه? الحسبة. تعال نشوف الكلام ده. ونشوف احنا بنتعامل معه ازاي. وانشوف الكلام اه وبنوضحه. يبقى اول حاجة لما نيجي نعملها. كالقات نجيب المشتقة الاولى. نعواب بالاحداسي السيني. بيجيب الميل. والاحداسي السيني انا وجدت الميل. بقول زاهي لان الميل بيساوي زل الزاوية. يبقى زاهي بيساوي كيمة الميل. يبقى الزاوية هي شفتي تاني كيمة الميل اللي انا ايه وصلتي اليها. تعال نشوف الكلام ده في التمرين اللي موجود قدامي. لاجات زاوية المماس. نتابع التالي. نجيب المشتقة الاولى ده الشرطة ثم نعواب بالاحداسي السيني. الناتج يسمى الميل. الله ده الميل هو بيساوي زل الزاوية. يبقى زاهي بيساوي الميل. يبقى هيه بيساوي. شفت بالالة الحسبة تان قيمة الميل اللي موجودة عندي. التمرين يوضح لي كده. تعال نشوف التمرين بيقول ايه. اوجد قياس الزاوية التي يصنحها المماس للمنحنة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. للمنحنة صاد بيساوي تلاتة سين زائد واحد على سين. عند السين بيساوي سالب واحد. تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي. اول حاجة بيقول لك ايه? اوجد المشتقة. يا الله نوجد المشتقة. دي قسم الدلتين. تعال كسم الدلتين. المقام في مشتقة البست. ناقص. تلاتة سين اهو? بتلاتة. ومشتقة الواحد سفر خلاص. ناقص البست تلاتة سين. زائد واحد. في مشتقة المقام. السين مشتقتها ايه? واحد. على كام? على سين تربيع. تعال هنشوف الكلام ده? هنصفيه. عاوز تعود مباشر? تعود. عاوز تصفي? صفي. تعال تلاتة في سين بتلاتة سين. هنا سالب في موجب بسالب. واحد في تلاتة سين بتلاتة سين. سالب في موجب بسالب. واحد في واحد بواحد. على سين تربيع. تلاتة سين وسالب تلاتة سين راحوا مع بعض. يبقى الناتج هنا دال شرطة سين بيساوي سالب واحد على سين تربية الاحداث السيني بقى الاحداث السيني بكام بسالب واحد يبقى دال شرطة سالب واحد يدينا سالب واحد اللي هي بتاعت البسط وهنا سالب واحد قصة اتنين يبقى هنا سالب واحد قصة اتنين يدينا سالب واحد يبقى ظاهر بيساوي سلب واحد يبقى بالآلة الحسبة قياس زاوية ه بيساوي شفتي تان سلب واحد يديني مية خمسة وتلاتين درجة مية خمسة وتلاتين درجة يبقى انت لابنا نتيجة تشتغل على طول عملنا ايه جبنا المشتقة الاولى المقام في مشتقة البسط تناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام وجينا بسطنا تلعب ناتج سلب واحد على سين تربية عوضت بالإحداث السين جبت كيمة الايه الميل اللي هو ده الميل يبقى ظل الزاوية زاه بيساوي الميل يبقى قياس زاوية ه اللي هي دي شفتي تان سلب واحد بالآلة الحسبة يتطلع مية خمسة وتلاتين درجة دي كده لما تيجي يطلب منك زاوية المماس او الزاوية التي يصنعها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات تعالى برضو لما نيجي يبقى احنا خدنا لو احنا حبينا نجيب الميل خدنا المشتقة الاولى ونعود بالإحداث السيني النتج اللي بيطلع هو الميل واخدنا زاوية المماس لو مطلوبة مني بجيب المشتقة الاولى وبعدين بعود بالإحداث السيني وبعدين بعد ما عود بالإحداث السيني يكون ده كيمة الميل بقول بيظل الزاوية بقى زاهية بيساوي الميل بقول زاوية ايه شفتتان كيمة الميل اللي تلعت عندي دايما تخلي بالكو من الحاجات البسيطة دي طيب لو جه طلب عندي معادلة المماس والعمود خلي بالك من اللي احنا بنعمله لو طلب عندي معادلة المماس والعمود يبقى عشان محتاج الميل يبقى محتاج الخطوات اللي قابل كده سهلة خلاص عرفنا نجيب الميل طب معادلة العمود صاد ناقص صاد واحد بيسوي سالب واحد على الميل في صين ناقص صين واحد وخلي بالك من النقطة لازم أن النقطة هنا تكون كاملة يعني صاد اللي تقع على نقطة المنحنة تكون كاملة حط في دماغك الموضوع ده تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي بيقولك الاتي معادلة المماس صاد ناقص صاد واحد بيسوي ميم في صين ناقص صين واحد معادلة العمود صاد ناقص صاد واحد بيسوي سالب واحد على الميل في صين ناقص صين واحد قال لي اوجد معادلة المماس للمنحنة صاد بيسوي أربعة صين على صين تربيع ناقص واحد عند النقطة صفر وصفر الواقعة عادي طيب يبقى أنا عشان معدة المماس يبقى لازم نجيب الميل وعشان أجيب الميل يبقى لازم نجيب المشتقة الأولى ده الشرطة سين بيساوي المقام سين تربيع ناقص واحد في مشتقة البسط اللي هو أربعة ناقص البسط أربعة سين في مشتقة المقام اتنين في واحد باتنين سين ومشتقة الواحد صف على المقام تربيع يبقى سين تربيع ناقص واحد كل تربيع تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمل ايه يبقى هنا على طول ممكن نعوض تعويض مباشر عشان نرتاح ده الشرطة سفر عشان اجيب كيمة الميل بيساوي بدل ما بسط واوجع دماغي يبقى هنا سفر في سفر بسفر سالب واحد يدينا سالب واحد في أربعة وهنا سين بسفر يبقى كلها تلعت أربعة في سفر وهنا اتنين في سفر يبقى على طول يديني ايه سفر وهنا سفر ناقص واحد قصة اتنين تعالى يديني الناتج سالب أربعة وهنا سالب واحد قصة اتنين بموجب واحد يبقى هو ده كيمة ايه الميل معادلة المماس نكتب صاد ناقص صاد واحد يساوي الميل في سين ناقص سين واحد تعالى نشوف الكلام ده صاد بكتبها زي ما هي اهو ناقص صاد واحد النقطة صفر وصفر يبقى صاد بكام بصفر بيساوي الميل اللي هو كام سالب أربعة في سين ناقص سين واحد اللي هو بكام بصفر يبقى صاد بيساوي سالب أربعة سين وده معادلة المماس يبقى أربعة سين زائد صاد بيساوي سفر وده معادلة المماس المطلوبة مني يبقى أنا عملت ايه؟ جبت المشتقة الأولى وعودت بالإحداث السيني سين النقطة الإحداث السيني السين بكام بصفر يبقى صفر ناقص واحد يبقى على طول بسليب واحد مضروبة في الأربعة ناقص أربعة في صفر وهنا اتنين في صفر على طول طهر المقدر كله على صفر سالب واحد وكل قس اتنين هنا يديني سالب واحد قس اتنين اللي هي بواحد أما سالب واحد في أربعة يديني سالب أربعة هنا معادلة المماس يبقى صاد ناقص صاد واحد بيساوي الميل في سين ناقص صاد واحد يبقى صاد ناقص صاد واحد بكم بصفر بيساوي سالب أربعة كمية الميل في سين ناقص صاد واحد اللي هي بصفر يبقى على طول صاد ناقص صفر اللي هي صاد وهنا سالب أربعة في سين بسالب أربعة سين سلبة 4 في 0 في 0 وهو خلتها معادلة صفرية خلتها معادلة صفرية يبقى 40 زائد صاد بيساوي 0 يبقى احنا عرفنا هنا معادلة المماس وعرفنا ازاي بنقدر نتعامل بها معادلة المماس صاد ناقص صاد واحد على صين بيساوي الميل في صين ناقص صين واحد وممكن اكتبها بطريقة تانية صاد ناقص صاد واحد على صين ناقص صاد واحد بيساوي الميل واضرب الطرفين والوسطين وخليها معادلة صفرية زي ما احنا ايه خدنا طيب لو كان معادلة العمود نفس الكلام بالزبط بس بقى ده ما الميل انا جبته تلعب سلبة 4 مش دي سلبة 4 على 1 يبقى معادلة العمود 1 على 4 وعوب فيها عادي واشتغل شغلي العادي جدا وما فوهوش اي حاجة يبقى كده خدنا تطبيق بسيط على ايه على خارج قسمة الدلتين تعال بقى نشوف فيه تطبيق كمان والتطبيق ده بيقول لي فيه طبعا لو قالك اوجد النقط الواقعة على المنحنة عشان اوجد النقط الواقعة على المنحنة خلي بالك عشان الموضوع ده احنا محتاجين وبعد كده كتير في النهاية العظمة والصغرى المحلية النقط الحارجة نفس الخطوات هنحتاجه اكتب الدلت اللي هو من الدهالي وبسميها واحد بعد كده بعمل ايه بجيب المشتقة الاولى وسويها بكيمة الميل اللي هو من الدهودي وخلي بالك كيمة الميل لقى ما يدولي اتنين تلاتة صفر اي حاجة اي كيمة هو بيدهالي طب لو قالك يوازي محور السينات يبقى الميل بيسوي صفر يبقى الدهالك غير مباشر تاني بقى اكتب المعادلة واسميها واحد هجيب المشتقة الاولى سويها بالميل وبعدين احلل اطلع كيم سين لما حلل واطلع كيم سين ابدأ بقى كده اشتغل واشوف انا عاوز ايه لما اطلع كيم سين يا جماعة نعوض في المعادلة الاولانية اللي هي اجيب كيمة صادر مناظرة السين وبقى هي دي النقط الواقعة على المحالة تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا هنعمل ايه المسألة او التمرين ده بيقولك او جد النقط الواقعة على منحنة صاد بيساوي سين تكعيب نقص سين تربيع زائد تسعة سين زائد خمسة التي يكون عندها المماس لهذا المنحنة موازيان محور السينات الله يعني معنا كده موازي محور المماس بيوازي محور السينات يبقى الميل بصفر طيب قلتلكوا اول خطوة ايه نكتب معلّة اللي هو من دهالي صاد بيساوي سين تكعيب نقص ستة سين تربيع زائد تسعة سين زائد خمسة ونسمي دي المعلّة رقم واحد طيب نجيب المشتقة الاولى دهال صاد على دهال سين او صاد شرط عشان بس ايه نختصر الكتابة شوي تعال تلاتة سين قص اتنين تلاتة في واحد بتلاتة سين اطرح من القص واحد يبقى اتنين نقص اتنين في ستة باتناشر سين تعال زائد مشتقة التسعة سين دي من الدرجة الاولى تسعة طيب مشتقة الخمسة صفر طيب بما ان المماث يوازي محور السينات اذا معنا كده النساط شرطة بيسوي صفر يبقى تلاتة سين تربيع نقص اتناشر سين زائد تسعة بيسوي صفر بالاسمة على تلاتة يبقى سين تربيع ناقص اربعة سين اتناشر عالتلاتة فالاربعة زائد تلاتة بيسوي صفر الله هنحل يبقى انا سوتها المشتقة الاولى بالصفر وبعدين الخطوة اللي بعد كده هنحلل بس انا بسط عشان ما يطلعش الارقام كبيرة سين تربيع سين في سين التلاتة تلاتة في واحد حاصل دربة عددين مجموحهم يد اربعة يبقى تلاتة في واحد اللي شرطين زي بعض سالب و سالب ومن الكوس الاولاني سين بيسوي تلاتة ومن الكوس التاني سين بيسوي واحد بالتعويض في واحد لما تيجي تعوض في واحد طيب ده لتلاتة بيسوي يبقى لما يكون اول نقطة تلاتة وكام وخمسة طب النقطة التانية نعود بيها اللي هي كام دال شرطة دال النقطة التانية بكام سين بواحد يبقى دال واحد نعود بيها واحد قص تلاتة يبقى بواحد واحد في سلب ستة بسلب ستة زائد تسعة زائد خمسة. واحد سلب ستة يدينا سلب خمسة يدينا هنا ايه? تسعة. واحد سلب ستة يدينا سلب خمسة وهنا مجا بخمسة راحوا مع بعض يدينا تسعة يبقى النقطة التانية كام واحد وكام وتسعة يبقى النقط هي تلاتة وخمسة وواحد وتسعة خلي بالك من اللي احنا عملناه يبقى جتبت المعادلة اللي هو مدهالي ادالها وسميتها واحد جبت المشتقة الاولى ولازم المشتقة الاولى سويها بالميل هنا تلع لقيم قال لي ده المماس يوازي محور السنات يبقى الميل بيساوي صفر يبقى المشتقة الاولى بتساوي صفر وحلل طلعت كيم سين عوضت في المعادلة الاولانية الواحد دي تلع لما عوضت عن سين بتلاتة تلع صب بخمسة يبقى النقطة تلاتة وخمسة تقع على المنحنة لما عوضت عن سين بواحد تلع بتسعة يبقى النقطة واحد وتسعة تقع على المنحنة يبقى النقطة عندي تلاتة وخمسة وواحد وكام وتسعة هو ده المطلوب عندي عرفت بقى كده النقطة الواقعة على المنحنة يبقى بنكتب معادلة المنحنة اللي هو بالدهاري وبعد كده بنجيب المشتقة الاولى وبعد ما اجيب المشتقة الاولى بسويها بالميل وبعدين بنحلل وبعدين لما نحلل نطلع كيام سين ثم نعوض في المعادلة الاولانية تطلع النقطة الواقعة على المنحنة تعال نشوف حاجة تانية مشتقة جديدة اسمها دلة الدلة دانية دلتين دلة في قلبها دلة تعال نشوف الكلام ده بيقول لي ايه? اذا كانت صاد دلة في العين وعين دلة في السين ركز يبقى دال صاد على دال سين بيساوي الصاد دلة في العين يبقى دال صاد على دال عين فيه والعين دلة في السين في دال على دال سين. هي هي. لان هو دال عين وهنا دال عين. يبقى دال صد على دال سين. طيب. تعال هتشوف الكلام ده. يبقى لو صد دل في العين. يبقى دال صد على دال عين. العين دل في السين. يبقى دال عين على دال سين. اضربهم في بعض. يبقى دي اسمها دالة الدل. تعال هتشوف التمرين بيقول لي ايه? بيقول لي اذا كانت صد بيساوي عين قصة خمسة. والعين بيساوي سين تربيع ناقص واحد تعالى نشوف الكلام ده الله ده الصاد دل في العين والعين دل في السين هو عاوز دل صاد على دل صين اقول له دل صاد على دل صين بيساوي اسف اول حاجة دل صاد دل في العين في العين دل في السين دل عين على دل صين بيساوي تعالى هنا دل صاد على دل عين خمسة في واحد بخمسة عين والسكام اربعة في هنا مشتقطها دل عين على دل صين اتنين في واحد باتنين صين خمسة في اتنين صين يدينا عاشرة صين ركز معي العين بقى عشان اخليها كلها فرمز السين بس يبقى العين الكوس قس كام اربعة العين كمتها كام سين تربيع ناقص واحد سين تربيع ناقص ايه واحد يبقى هنا انا عملت ايه مشتقط ده خمسة عين تربيع ايه قس اربعة ناقصت من القس واحد وهنا مشتقط اتنين سين وخمسة في اتنين سين بعشرة ايه سين في عين قس اربعة العين شلتها وحطيت المقدار بتاعها اللي هي سين تربيع ناقص واحد كل قس كام اربعة يبقى خلتها كلها دل في الايه في السين في المتغير سين وخلصت على كده طيب في طريقة حل اخر وطريقة الحل التانية انا ممكن اعوض عن عين في الاولانية بقدتني كوس والسعادة الكوس ده لما يكون داخله مقدار والسعادة يبقى نعمل ايه مشتقط الكوس فمشتقط ما بيداخل الكوس تعال نشوف لها حل تاني هوا تعال نشوف معايا لنفس المسألة نفس المسألة يبقى هنا الحل التاني على طول صاد حل حل اخر صاد بيساوي عين قس خمسة يبقى سين تربيع شلت العين اهيه سين تربيع ناقص واحد وكل قس كام خمسة ده انا اوضبطها بقت بسيطة قوي تعال دل صاد على دل سين اشتق خمسة في واحد بخمسة سين تربيع ناقص واحد قس كام اربعة في مشتقط اللي جوه الكوس اتنين في واحد باتنين سين يبقى خمسة في اتنين سين يدينا كام عاشرة سين في سين تربيع ناقص واحد كل قس اربعة نفس الناتج ولا لأ اهو نفس الناتج ولا لأ عاوز تمشي كده اهلا وسهلا امشي بيها وزي ما انت شايف مشتقط دلة الدلة وخذنا احنا النهاردة قواعد الاشتقاق كاملة اه لما يكون دلة قصية دلة سين السنون يبقى نون سين ناقص واحد لما يكون دلة من الدرجة الاولى يبقى على طول تاخد المعامل على طول لما يكون دلة سابتة المشتقة بتاعتها صف مشتقط وبعدين خذنا مشتقط حاصر ضرب دلتين الاولى في مشتقط التانية زائدة تانية في مشتقط الاولانية وطبقنا عليها واخدنا مشتكة خارج قسم الدلتين المقام في مشتكة البسط ناقص البسط في مشتكة المقام على مربع المقام وطبقنا تطبيق خفيف وقلنا النقط الواقعة على المنحنة وقلنا النقط الواقعة على المنحنة عشان تاخدها يبقى لازما ان انت تاخد اولا تكتب معدة المنحنة الموجودة وتاخد المعددة المنحنة بعد ما تاخد معدة المنحنة تجيب المشتقة الأولى وبعد ما تاخد المشتقة الأولى بتسويها بالميل ونحلل ونطلع قيم سين ونعوب في واحد نطلع قيم سين لمناظرة اليهية وده النقطة الواقعة أنا ساعدت بكم في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله